اشتركوا في القناة في مباراة قاتمة وللنسيانة كثرة الأخطاء المباشرة والبطء في البناءات الهجومية والتمريرات الخاطئة كلها صور حرمت الجمهور من متابعة قمة في المستوى مصار البحث عن النقاط الثلاث دشنه الوداد منذ بواكير الشوط الأول مؤيد اللافي سيزور شباك الفريق البرتقالي في الدقيقة الخامسة بعد ذلك دخلت المواجهة نفق الرتاب وغياب الإمتاع والإقناع مجددا حتى الأنفاس الأخيرة موعد تدوين النجم الكونغولي جيمبينزا الهدف الثاني لفريقه والثامن له هذا الموسم متربعا بذلك على عرش الهدفين ومعززا الوداد بأقوى هجوم نتيجة إذن عززت الوداد في صدر بـ 32 نقطة بفريق ثمان نقاط مؤقتا عن المطارد المباشر الغريم الرجاء في حين تراجع تنهض البركانية للصفة الخامس بتسعة عشرة نقطة في الثامنة ونصف من مساء اليوم الرجاء البيضاوي يحل ضيفا على أولمبيك آسفي في ثاني ظهور لمدربي الفريقين الجديدين فيلموتس البلجيكي في دكة بودلاء الرجاء وفي الجهات المقابلة عبد الرحيم طاليب فوز الوداد سيضع من دون شك ضغطا على الرجاء من أجل تقليص فارق النقاط ولو أنه سيفتقد لخدمات لعبيه حميد حداد ومحمود بن حليب للإصابة ما يرجح احتمال الاعتماد على الغني مصطفى كويت في الخط الهجومي أما القرش المسفوي فيطمح إلى تأكيد صورة طيبة التي قدمها في آخر مباراة دا الجيش الملكي وكان قريبا من اقتناص الفوز لكنه تجرع مرارة التعادل في آخر الأنفاس دوليا هذه المرة ظفر الهلال السعودي بلقب دور أرطال آسيا للعام 2021 بعد تخطيه ضيفه بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين في المشهد النهائية وفض الزعيم السعودي بذلك الشركة مع بوهانج ستيلرز وتصدر ترتيب الأندية الأكثر تتويجا باللقب بواقع أربعة ألقاب مقابل ثلاثة لبوهانج أوروبيا لحظة الجولة الخامسة قبل الأخير من دور المجموعات دمن دور أبطال أوروبا لكرة القدم حيث يقف مدرب برشلون الجديد شافي إرنانديث أمامه والاختبار جدي في مهمته الإنقاذية للنادي الكتالونية عندما يستقبل مساليون بمفيكة البرتغالية التنفس على شده بين الفريقين على البطاقة الثانية في المجموعة لمرافقة بار ميونيخ الذي ضمنته له وقاد بذلك شافي فريقه للتذكير إلى فوز أول على إسبانيول بهدف دونارات في الدور المحلي نهاية الأسبوع البار سيحتاج إلى الفوز أمام الفريق البرتغالي للعبور البرتغالي للعبور إلى الثمن غير ذلك الفريق سيدخل نفق لاحتمالات الضيقة ولحساب ذات المجموعة تتواصل في هذه الأثناء مباراة بار ميونيخ ومضيف دينامو كيف الأوكراني في المجموعة الثمنة يتصارع تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب مع يوفينتوس الإيطالية على الصدارة عندما يتواجه الفريقان على أردي البلوز ستانفورد بريج رفاق الدولي المغربي حاكم زياشك فيهم التعادل لمرافقة اليوفي المتأهل سالفا إلى الدور القادم وفي المجموعة السابعة يدور صراع قوي على التأهل حيث يحل ريدبول سالسبرغ النمسوي المتصدر على ليلة الفرنسي الوصيفة فيما يبحث إشبيل الإسباني الأخير عن فوز يحافظ به على آماله عندما ينسق بالفولسبورغ الألمانية الثالثة نذكر أنه إلى حدود الساعة تأهلت إلى الثمن أنديت ليفربول أيكسا مستردام الهولندي بارن ميونيخ الألماني ويوفينتوس الإيطالية غدا تتواصل هذه الجولة الخامسة بإجراء مباريات قد تحسم أيضا في هوية بعض المتأهلين الجدد على رأسها قمة موشستر سيتي الإنجلزي وباريسان جرمال الفرنسي في المجموعة الأولى ارتباطا بهذا لقاء سجل المدافع الإسباني سيرخيو راموس حضوره الأول في قائمة النادي الباريزي منذ وصوله إلى النادي وسيكون بمقدوره المشاركة ربما مع الفريق أمام الستيزنز غدا في بقية برز المباريات أتليتيكو مادريد يستقبل ميلا لتنافس على البطاقة الثانية بعد تأهل إيفربول عن هذه المجموعة وريال مادريد يبحث عن التهول والآخر حين يحل ضيفا على شريف المولدوفي مفاجأة هذا الموسم نختم من فرنسا حيث قال وزير الداخلية الفرنسي جرال درمان أن اليوم إنه يتعين على فرنسا تعزيز أمن ملاعب كرة القدم بشكل عاجل وذلك عقب اجتماع مع وزيرة الرياضة الفرنسية بعد أحداث الشغب الجماهيري التي شهدتها البلاد مؤخرا وقال وزير الداخلية إن السلطات الفرنسية تدرس عدة تخيارات منها فرط حظر على المشجعين ووضع المزيد من كاميرات المراقبة حول الملاعب وتحديد من سيكون لديه سلطة إلغاء المباريات حال اندلاع أعمال عنف من المشجعين ويأتي الاجتماع بعد إلغاء مباراة أولمبيك ليون ضد ضيفي أولمبيك مارسيليا الأحد المنصر بسبب شغب المشجعين وقررت بعدها لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي قامت مباريات أولمبيك ليون في المسابقة خلف أبواب مغلقة لحين اتخاذ قرار في تحقيقات الجارية بشأن أحداث المباراة في الثامن من دجمبير المقبل بعد المستمعي الكرام نضع نقطة نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة نشكركم على حسن الإصغاء والمتبعة بعد فاصل قصير تواصلنا بقي فقرات الحصاد رفقة الزميل